بعث وزير الخارجي اليمني خالد اليمني رسالة احتجاج شديدة لهجة إلى وزير الخارجي اللبناني جبران باسيل بشأن تورط حزب الله في اليمن ودع اليمني في رسالته الحكومة اللبنانية إلى كبح جماح حزب الله وسلوكه العدواني تماشيا مع سياسة النأي بالنفس وذلك على خلفية تورط حزب الله في دعم الحوثيين وشدد اليمني على حق بلاده في طرح هذه المسألة في المحفل العربية والدولية مشيرا إلى تحريض زعيم حزب الله أنصاره على قتال القوات الحكومية اليمنية ووصف اليمني تدخل حزب الله بالسافر في شؤون بلاده الداخلية وأكد على إدانة الحكومة اليمنية لتصريحات حزب الله وممارساته التي تشمل مشاركته في التدريب والتخطيط والتحريض ودعم الميليشيات الإنقلابية هذا وأعلن صفير اليمني لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة اليمنية أحاطت مجلس الأمن برسالة الخارجية اليمنية الموجهة إلى وزير خارجية لبنان فيما يتعلق بالتدخلات السافرة لميليشيا حزب الله في اليمن اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر